الحياة في سرد الاعترافات من هنا وهناك شفنا كابتن ضياء السيد وأزمة اللاعبين وشفنا كابتن أحمد سيد زيزو والفار مع الأهلي وشفنا كمان كلام مهم جدا في هذا السياق لكن المدير الفن السابق لمنتخب كودفار باترس بوميل رجل فرنساوي متابع جيد جدا للكرة المصرية على وجه التحديد وله رأي في الأهلي المر بيه السنة دي عشان تشوفوا أدي البطولة المصرية وأنديتنا متابعة من الخارج نشوف الأهلي الذي يشجعه ما يقرب من ثمانين مليون أهلاوي في مصر فهم محبطون جدا هذا الموسم بعد أن وصلوا لنهاء دوري أبطال إفريقيا وخسروا البطولة أمام الوداد وبالتأكيد هذا سبب إحباطا كبيرا وجاء ترتيب النادي الأهلي ثالثا في الدوري ولذلك هو موسم للنسيان والأهلي سيبقى هو الأهلي وأعتقد أنهم سيفوزون ببطولة في القريب العاجل ففي بعض الأحيان تكون إعادة البناء شيء جيد والاستعداد للمستقبل أيضا شيء جيد جملة قصيرة متقطعة ولكن كل جملة منها في كبد الحقيقة ويما واحد فاتف بوميل ده بقدره يرى الأزمة كده ويرى أن ما حدث الأهلي منطقي وأن الأهلي يسير في طريق الإعلاج بشكل سليم وصحيح يعني يتطمنك ما أنت بتاخده الأسباب ترجمة نانسي قنقر